إذن رجعنا شفنا فإذن لتريلر ماهر يلي حضرتك فرجعته هلأ فرجعنا نحن على الهوى نعيم إزاي طبعا من زمان لهلأ نعيم معلوماتك التي توصلنا إياها مفيدة ليومياتنا جدا واخدين منك كثير من الأمور يلي علمتنا عليك كيف نتعاطى بالحياة بشكل أفضل وخاصة الخوف التوتر المشاعر يلي دايما نتخبط فيها بتودينها بعدين أوقات للندم بتودينها أوقات لإننا أنه ما نسيطر على أعصابنا بتودينها للتوتر وتود أنه تنقص من مناعتنا ما نعرف نصارها في الحياة اليوم رح نحكي عن هذا الموضوع الذي هو الذكاء العاطفي مع القادة بهذه الموضوع يعني رح يكون نقاشنا أكثر عن بعض المشاعر الأساسية يلي عم بيعاني منا اللبناني والعربي والشركات اليوم وكيف فينا شوي هيك نديرها بشكل أفضل كيف فينا نكون أكثر فعالية بالحياة تنقدر نطلع بنتيج أفضل تعرف كأننا نطلع بغير مبنوع اليوم صحيح وغيرنا التوجه لأنه الوضع أنا كنت خبيب بالمضون الآخر رح نجح نعمله حلاتين سواء يلي هو طبعا القادي والكاريزما يمكن يتحلوا فيها وطريقتهم بالتعامل كيف بتحول حتى كيف فيك أنت كشخص تصير أكثر كاريزماتيك هلا اليوم حبيت هيك يغوص بمطرح لأنه شفنا بهاليومين يلي قطعوا الناس عندها حالة غضب عندها مشاعر معينة عم تعبر عنها يمكن عم نشوفها بالشارع بالثورة يلي عم بتصير بالبلد بس كمانا موجودة على فكرة بالشركات موجودة على صعيد شخصي بالعيال اليوم وبآيليد لأنه شغلتنا أكثر عم نشتغل مع الأفراد والشركات عم نشوفها التشابه بين شو عم بصير حتى بالشارع وبالشركة بايداوي صحيح يعني مش بعاد عن بعض طب أريد هيك وصل أول شيء فكرة صغيرة عن شيء عن مصطلح اسمه اختطاف عاطفي حلو نعرف عنه شوي تناعرف أكثر بطريقة نبسطه أكثر بطلب من الكنترول في صورة رأم واحد تطلع معنا على الشاشة اليوم الرجل معدل دقات قلبه 72 دقات بالدقيقة والامرأة بالمقابل معدل دقات قلبه 82 دقات 82 دقات بدقيقة موترة أكثر بطبيعة دقات القلب بكتر فيه إلى سيكولوجيا هذه مثل الدماغ عند المرأة بيشتغل مع بعضه شمال ويمين معند الرجل ميلي من ميلتين وقالها بفوت بحيط بقى شي بيصير عند الإنسان لما المشاعر طبعه بتكون هي المتحكمة فيه غضب خوف حتى فرح بايداوي حتى المشاعر الإيجابية بتكون هي اللي عم تتحكم فيك وبالضخ الأول إمرأة بتعلى فجأة عشر دقات بدقيقة لثلاثين دقات ممكن توصل للمية نعم عدد دقاتك بدقيقة هون بصير فيه إفراز لهرمون أدرينالين وبالمقابل هرمونات أخرى عم تنضخب جسمك أوكي عارفة شي شو بيعمل جوزيف هون بيزيد عنا حالة الخوف والتوتر والانزعاش هون بيوقف الفنكشنز تبعين يعني وظايا في دماغك الطبيعية ما بتعود كشخص قادر تحلل قادر تاخد قرار أو تسيطر أو تسمع حتى أو أن يشوف وجهة نظر الآخر هيدا شي إذا بدك ترجم هون أنت عم تحكي إذا الواحد توتر وزيده مش عم بحكي بس توتر التوتر هو حالي إذا خاف إذا غضب إذا حتى صار معه شعور سعادي هالمشاعر لما تنضخ بشكل قوي ومن الغضب اللي عم نشوفه هلأ هالأيام كتير والخوف اللي عايشينه كل يوم الناس بصير فيه هالضخ بشكل بصير فيه إختطاف عاطفي توقف وظائف لدماغ تبع الإنسان وبيتحول لشخص عم بيتصرف بعنف يعني نعيم حضر هلأ فينا نستنتج أنه لا ناخد القرارات لا نحن مبسوطين كتير ولا نحن غضبانين ولا نحن خايفين مية بالمية دائما ما ننهدي هيدا المشاعر ونرجع دقالت قلبنا لمعدلة طبيعية نقدر يكون دماغنا عم يعمل فانكشنينج بطريقة أو عم يشتغل بالطريقة الصحيحة واليوم نتشوفه بالشارع عالم عم تكسر وتحرق وتعبير عن الغضب بطريقة شوي غريبة هذا التعبير عن نتيج عن شي عايشينه لألك بصراحة ينطرح حاله لا يروقه كمان في عنا غلط كشعب بشكل عام أنه نكبت مشاعرنا كتير وكبت المشاعر هو أكبر خطيئة بنعملها بالحياة يعني نحن نخلي الغضب موجود ويكبر مثل السنوبول كرة التلج عم تكبر عم تكبر عم تكبر بعدين فجأة بدك فجرها صحيح نتائج كبت المشاعر يا جوزاف على وقت طويل غير لما أنا ضغري بأخذ تصرف وبعبر عن الشعور اليوم في ميكس ثلاث مشاعر عم يقطع فيها العالم العربي كله والعالم حتى يمكن برات العالم مأثرنا حتى بأمريكا وبأوروبا بحب يطلع لسلايد نمبر ثري لرقمة ثلاثة لو سمحتوا بالكوترول تعرف نعيمي هيدا ترند هلأ صار هيدا الشي موجود وينما كان من كل العالم وهيدا الشرح لحدتك عم تحكيه صار لازم نعيشه صار لازم نفهمه ونتصرف على أساسه وقالة منفوت بالحطان هيدا سلايد نمبر ثو هون نفرجينا عن شي اسمه مركز المشاعر بالدماغ اللي بالنص اللي هو مجرد منفرزت فيه المشاعر عم تعمل كنترول على هيدا 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 عم بحكي عنه تحديدا اليوم كبت المشاعر ثلاث مشاعر مع بعض بتعمل ثورة مشاعر بالشغل بتعملها بحياتك الشخصية بتصير معك وحتى بالشارع بتشوفها ثورة غضب تراكم غضب حزن زائد حزن زائد خوف اليوم اللبناني عايش هاتلات حالات شو لازم يكون في محلهم فوت على سلايد نمبر فور لو سمحت يعني لازم الواحد محل الغضب شو يروء محل الغضب يكون فيه هدف واضح اليوم أنا لحتى نفس عن غضبي بدي يكون في عندي أهداف واضحة عن بوصلة لحتى يقدر سخر هالغضب بالطريقة الصحيحة يعني بلا ما أحرق بس هدي ميسيات معلم إذا أنا هلقدم عصب بدي فكر بالهدف طبع هلقدم عصب بديك ترويق حالك وتحط هدف انت غضبك هيدا كيف فيك تستثمره لحتى توصل لهدفك هيدا بالدرجة الأولى اتنين الحزن بده تواصل اجتماعي مش فيسبوك عم بيحكي تتواصل مع الناس تعبر عن شؤولك إذا كنت حزين يعني تظهر لبرة تظهر تحكي مع حدا تتصل بحدا يعني تواصل إنساني وبالشركات نحكي مع بعض والمدير يحكي مع الموظفين وبالثورات العالم تجتمع مع بعض هيدا محلولة هيدا دائما في حدا نحكي مع بعض والخوف بده بالمقابل أمل اللي هو مقطوع اللي هو مقطوع نحن عارفش اليوم شو مشكلتنا إنه الناس ما فيني لومة أنا عم تحس به هالمشاعر لأنه في كل المسببات لأله موجودة أنت بدك قائد اليوم قائد بالشغل يحقق لك قائد بالبيت وقائد بالدولة ويكون ما عنده غضب ما عنده حزن وما عنده يكون بيسيطر عليها بدي يكون قائد عنده أهداف واضحة بدنا منقص بدك سوبر قائد حاليا سوبر قائد فأطلعك هدف ونحن على فكرة منساعد القاضي بهذا الموضوع كيف يعملوا أهداف شوي براغماتيكية عملية تتحقق العالم تشوفه بالدرجة الأولى ذلك كيف يتواصل اليوم ما بقى يكفي تطلع على الهوى وتعطي خطاب وتقول أنا بتعاطف مع مشاعرك وأنا حاسس بمشاعر لبناني يا أخي هيدا مش رحي يشيل المسبب طبعا أنت بتعطي هاودي الكورسز أنت بتسيطر طبعا طبعا أنا بتعطي وقت بنصح المشاهد ووصله المعلومة وكذا بروح لبيت بتصرف في طريقة بقال لي طبعا أنتك عم تحكي أنه ما تستفز يعني أنه فيه شغلات ما فيك تعمل الشيء اللي يعطيه أنا تعلمت أنا وعم بتعلم على وعلى غير دومينات إذا كان بالبادي لانجوج أو بالخطابة هذا شيء تعلمت بس دغري بيجيك هذه الفكرة بدأ وقت وبدأ تمرس وبدأ وعي ذاتي أنت بشخصك هلأ دغري صرت فيك تعمل سويتش يعني من الخوف للأمل طبعا من الحزن طبعا لأنه فيه تكنيك فيه تقنيات فيه منهجية علمية نتبعها فيه تمارين منصير نتمرس نعيدك اليوم تصير عندك إدراع التحكم طبعا نعطيها للمشاهد طبعا فينا نعطي المشاهد هلأ مثلنا اليوم هنس صغيرة اليوم يا أخي بأنت ومعصب فيه تكنيك بسيطة كثير منقول يعني شد عصب بإجريك لجوه فيزيولوجيا خلي الغضب يروح على مطرح تاني ورخيهم خليه ينفس شوي لحتى تهدي من دقات قلبك وترجع تخلي دماغك يعمل بشكل أفضل يصير عم يشتغل وظائف هوني كمان بيوزي أن يكون فيه نوم كوي هالأمور هذه الحياة طبيعية تلات نصائح أساسية لنخطف الاسترس اللي اليوم عايشين فيه منا نخطف كافيين لأنه نشرب كثير كافيين بنهار وبيعملنا توتر وما بخلينا نعم حاطة شاي أخضر ونشرب مي كثير اثنين وهذا شيء كثير مهم أنه نصير ننام دورات كاملة يعني نحكي عن 6 ساعات ل7 ساعات ونص من النوم يوميا لكن مش أكتر لأنه بتقول بعد الدراسات أنه أكتر بيدور كمان نحكي لأربعة لخمسة سايكل لحتى شوي توكسيك بروتين الذين فرزوا بنهار جسم يقدر يطلعون من السيستم تبعنا وفي شيء اسمه اليوم التليفونات بتطلع اسم بلو ويف من الشاشات تبع التليفزيون صحيح هذا يؤثر كثير عن النوم شكل مش طبيعي شوف أنا لازم أقعد أحضر نتفلكس أو إذا كنت أحضر أي برنامج على تليفون لأنه أقرب لألي في خصوصية حتى لو في تليفزيون قدام عارف شو عم تعمل بحالك أنت عم تبع رسائل لجسمك أنه الشمس طالع البلو ويف اللي بتشوفها من التليفون والتليفزيون هي زيتة يرى تطلع من الشمس أول جلسة لأي لأيمتها وقت اللي بتحب تترى معينك مكلف في الجلسات إذا بيحب حضر عصا عيد شخصي في عنا مجموعة خبراء بتساعد الأشخاص في عنا خبراء لتساعد الشركات وفي عنا خبراء لتساعد القاضي عم تكونوا معه كمين آي ليد إجزاكي نطلعت مع ميلاد جمعتين بتذكر وحكينا عن الإي آي وحكينا شوي التبس بقى وبعدكم يعني كل أسبوع عم نطلع نعطي شي جديد هلأ كل اللي بدي يقولوا بهذه الظروف اللي عم نعيشها مش بس بالبنان كثورة كوضع عام على الكرار الأرضية في عنا مشاعر صعبة العالم عم تقطع فيها كورونا عبنا عبنا كتير يعني 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 يقولون الصبح الواحد بيوع الصبح بدل ما يفكر شو مخطط اليوم وين بدو روح الويك أند وين بدو يسافر ما بدنا نسافر هلأ في كورونا وين شو بدو يعمل بالويك أند بفكر الدولار عدا طلع شو بدو يأكل كيف بدو يأمن ربطة الخبز شو رح يغلى اليوم يروح السوبرماركت بتروحوا على السوبرماركت طلعوا وجوه العالم إذا بتصوروها كلها مبرزق عيونها أنه فيه تفاجئ مش طبيعي جوزيف ما في شيء بالحياة بتغير بسهولة ما في شيء اسمه حتى عصائي شخص اليوم ما فيني غير حياتي الأفضل بكبس الزر ولا فيني غير بلد بكبس الزر ولا فيني غير شركة أو مؤسسة بكبس الزر كل شيء بده وقت بس بدنا يكون عندنا هذه التقنيات وآيليد موجودة زيارة منك قريبة لبيتي أنا أولادي بنقعد وبدنا هالسبيتش اللي عملت لنا نعمل كمان للعيلي كلها تكرم تنكو لألك نعيم تنكو لآيليد كمان